وبما أني بتكلم عن اتحاد كرة القدم خليني كمل شوية مع اتحاد كرة القدم النهاردة لفت نظري برضو بيان صادر عن الاتحاد كرة القدم بيقولي القاتي مشان اللي بقول البيان الصادر على الصفحة الرسمية للاتحاد بيقول ايه مجاهد والشواربي في اجتماع مع الفيفا لمناقشة موقف الجمعية غير العادية مع حضراتكم على الشاشة ده من الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ومن خلاله بقى تقال ان عقد اليوم الاستاذ احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور محمد الشواربي عضو الاتحاد اجتماعا مع مسؤولي الفيفا وهكذا كمل بقى الموضوع كله لغاية اخره قال ايه بقى الى اقامة الانتخابات تم خلاله منقشة خارطة الطريقة المؤدية الى اقامة الانتخابات لاختيار مجلس ادارة جديد للاتحاد وما يسبقها من حسم التعديلات المقترحة على اللائحة وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية وذلك حتى يتمكن اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري من انهاء كافة المهام المكلفة بيها قبل الموعد الذي حدده الاتحاد الدولي للوفاء بالتكليفات المنوطة بيها تخيل حضرتك ان الكلام ده اتقال النهاردة في الاتحاد او على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم فهو انا مش من اسبوعين او من ثلاثة اسابيع اللي اتقال عكس الكلام ده تماما خلينا نقعد نفكر كده يوم 17 اكتوبر اللي فات افتكروا كده اللي اتقال افتكروا حضراتكم معايا اتقال ايه كان في جمعية عمومية غير عادية والجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد كرة القدم بعتت بعض التعديلات اللي هي عايزة تعدلها للاتحاد الدولي لكرة القدم وبعد كده بعدها باسبوع 11 ايام الاتحاد الدولي رد على تعديلات الجمعية العمومية وتقال بالنص كده من الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اتقال أن الفيفا نظرت لهذه الأمور وقالت أن كل الأمور ستبقى على ما هو عليه معانا على الشاشة قالت من موقع الاتحاد برضو الاتحاد الدولي يرفض تعديل اللائحة أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن الدخول في عملية إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم قبل أقل من ثلاث أشهر من نهاية تفويد لجنة التطبيع المكلفة بإدارته أمر محفوف بالمخاطر جاء ذلك في معرض رد فيفا على طلب عدد من الأندية بكذا كذا كذا منين بيتقال الكلام ده؟ يوم 17 أكتوبر ومنين النهاردة بنسمع أو بيتقال برضو على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم إن احنا هنناقش التعديلات مع الفيفا وإن في جمعية عمومية هتتعامل وإن أنا عايز أخلص الانتخابات وإن أنا عايز أخلص الكلام ده بدري الحقيقة تضارف التصريحات اللي موجودة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم موجود بشكل غريب جدا جدا تقعد تفكر وتشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتقال تلاقي حاجة غريبة تلاقي حاجة غريبة جدا فعايزين نخلص من كل الهصة دي عايزين نخلص من كل المواضيع فحاجة يعني ده ثلاث صفحات طبعا مكتوبين رفض التعديلات بالتفصيل المملي يعني اتحاد كرة القدم لما بعت للفيفا فالفيفا رد عليه بهذا الموضوع باند باند مرفوض يعني من المفترض أن التعديلات مرفوضة وبناجد دلوقتي أن كل حاجة بتتغير النهاردة البيانة اللي موجود على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بيتقال فيه عكس كل الكلام اللي تقال يوم 17 أكتوبر يعني مش عارف لو أحد يطلع يقول إيه ولا يتكلم في إيه في هذا الأمر لأنه أمر غير مش مزبوط يعني إن احنا نشوف حاجة وعكسها فيقل من شهر أعتقد أن هنا في حاجة تخليك أنت تقعد كده وأنت قعد بتفكر وليه الناس دي بتعمل كده وليه بيحصل كده جماعة الموضوع بسيط جدا يا ترفض يا ما ترفضش يا هنعمل انتخابات يا مش هنعمل انتخابات